مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس السادس عنوان الدرس اسأل العم سالي قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك على ساتطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 6 اليونت الأول الدرس السادس اسأل العم سالي هذا عنوان الدرس بالبداية بالفقرة الأولى شي يقول لي يقول لي read the problems اقرأ المشاكل ما الذي تعتقده يعني انت برأيك شنوة اللي راح تقوله عم سالي أو العم سالي الناس اللي أرسلوا هاي المشاكل منطيني مشكلتين المشكلة الأولى شي يقول يقول when we have exams عندما يكون لدينا امتحانات I can't sleep لا أستطيع النوم at night في الليل then I am very tired when I get to school ثم أكون بعدها جدا متعب عندما أذهب إلى المدرسة أكيد رح يكون متعب لأن هو ما نام بشكل جيد في الليل and I do badly in exams وأكيد رح يكون الدرجات ما التسيئة لا أجيب بشكل جيد أو أجيب بشكل سيء in the exams في الامتحانات شوف هنا يقول لك هايو مشكلة اتخيل نفسك انو انت العم سالي شنو النصيحة المناسبة اللي تنطيها لهذا الشخص اللي يعاني من هاي المشكلة فهنانو مجرد نشاط صفي الاستاديس اللي يقول لك شنو النصيحة المناسبة اللي رح تطيها لهذا الشخص بتقول لك مثال Work hard all the year اعمل بجد على طول السنة يعني ما مو يجي الامتحان وانت تقرأ على فقط بأيام الامتحانات لا وانما على طول السنة درس بدرس اذا ننطي نصيحة يقول لك You should work hard all the year عليك ان تعمل بجد على طول السنة وبالنسبة للنوم اللي ما ينام او ما يقدر ينام بالليل اقدر اطي نصيحة ثانية اقول لك Read قرآن before you go to sleep اقرأ آيات القرآن قبل ان تذهب الى النوم هذه همة نتساعد على تخفيف القلق او تساعد على تخفيف التذكير عند الذهاب الى النوم هسا هاي المشكلة الاولى عرفناها قرأناها وعرفنا شيء النصيحة المناسبة لها كل طالب من الممكن ينطي نصيحة خاصة بي مو اللي تتقيدون بهاي النصاحة المشكلة الثانية والبنية شو تقول تقول a friend of mine is very lazy صديقة لي جدا كسولة and never does her homework ولا تفعل واجبها البيتي ابدا on the school bus في حافلة المدرسة she copies mine تقوم بنسخ الواجب البيتي الخاص بي يعني تقوم بالغش I don't think this is right اعتقد ان هذا الشيء غير جيد او غير صحيح but I have to give her my homework لكنني يجب علي أن أعطيها واجبي البيتي because she is a friend لأنها صديقة اهنا شنو النصيحة لتنطيها لهذه الشخص هي اصلا قائلة قائلة اعتقد ان هذا الشيء ليس صحيحا فانت لازم تنتصحها اتقول لها this is not right هذا الشيء ليس صحيحا you shouldn't give your homework to a friend يجب ان لا تعطي واجبك البيتي لصديق he should do his homework by his own يجب ان يعمل واجب البيتي بنفسه هذا الشيء يعتبر غش اذا انطيت نصيحة لهؤلاء الاشخاص اللي عانون من مشاكل مثل ما طلب من عندي هذا مجرد نشاط صفي كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل الى الفقرة الثانية يقول لي aunt sally has made some notes العم سالي قرأت هاي المشاكل وانطيتهم بعض الملاحظات on the problems ملاحظات لهذه المشاكل read the notes اقرأ هذه الملاحظات شوف منطيني ملاحظتين كل مشكلة الحل مالتها او النصيحة المناسبة اقرأ هذه الملاحظات and answer the questions ثم اجبع للأسئلة اولا نقرأ هذه الملاحظات وراه نجاوب على هاي السؤالين اللي بعض الشيء مهمات بالامتحان التحريري اولا المشكلة الاولى لهذا الشخص اللي ما يقدر ينام بالليل ويخاف من الامتحانات شن انطت نصيحة قلت له work hard all the semester اعمل بجد على طول الفصل الدراسي don't work too hard before exams لا تعمل بجد قبل الامتحانات فقط at exam time فقط وقت الامتحانات try not to worry حاول ان لا تقلق before bed قبل الذهاب الى النوم read a story اقرأ قصة or listen to music او استمع للموسيقى اتسترا الاخره bad early اذهب الى النوم باكرا قرأنا النص لكن نلاحظ ان الجملة شوية ما كاملات مجرد مطيت عبارة عن ملاحظات او رؤوس اقلام واحنا فهمنا هاي رؤوس الاقلام وحولناها على شكل نص هس رح نوضحها بعد دقائق وراها المشكلة الثانية صديقتها تاخذ الواجب البيت من عدها وتستنسخها شو تقول لها تقولها agree انا اتفق معك يعني انتي تقلت انه هذا الشي غير صحيح isn't right ليس صحيحا لذلك انا اتفق ويات هذا الشي مو صحيح it's not right انه ليس صحيحا don't give homework لا تعطي الواجب البيتي لأي شخص حتى وين كان صديقك very unhelpful هذا الشي ليس له علاقة بالمساعدة not helping your friend لا تساعد صديقك doesn't do own work لا تساعدين صديقتش اللي اصلا ما تسوي واجبها البيتي won't learn anything ليش لانه ما رح يساعدها على ان تتعلم اي شي مجرد تستنسخ وما رح تتعلم example على سبيل المثال can't copy in exams لذلك احنا بالامتحانات ما رح نقدر ناخذ من زملائنا لان هذا يعتبر غش explain ووضحي لها هذا ما يخص الحلول اللي طتها العام مسالي للمشكلتين اللي اخذناها لبداية الدرس قال لي قراهن اقرأنا الحلول وحاول اتجاوبنا على هاي الأسئلة طلاب ركزوا ياي هاي الأسئلة مهمات مهمة في الامتحان التحريري أستاذ شنو مهمة شون تجيني بالامتحان أولا يقول لي what do the following abbreviations mean ماذا تعني هذه الاببريفياشن abbreviation هي اختصارات يقول لك أنا منطيك بالنص أو العام مسالي مطيتك بالنص اختصارات مثلا etc v والنقطة e والg هذين اختصارات تقدر تعرف من الاختصارات الكلمات المتعلقة بيهن شنن نجيهن واحدة واحدة هسا أولا etc هاذي etc مختصر مال شنو يسئلك انت لازم تعرف ان etc هي مختصر مال etc etc معناها الى آخره شلون حتى هنا باللغة العربية لما نريد نكتب نعدد مجموعة أشياء وبالأخير نكتب الى آخره شنكتب نكتب الاخ الاخ هي مختصر مال الى آخره بعد يقول لك الHW مختصر مال شنو هاي الH والW مختصر مال شنو مال home work هو الواجب البيتي بعد الV الV مختصر مال شنو الV مختصر مال very نانا اشقالت لها very unhelpful هذا الشيء ليس له علاقة بالمساعدة اطلاقا ابدا او جدا بعد الE والG مختصر مال شنو الEG مختصر مال example معناها على سبيب المثال هنا هنا هو حسب الدليل المدرس او الكتاب المعتمد من قبل الوزارة المختصر مال EG هي example الاجابة منطقية لكن واحد من الطلاب يسأل يقول استاذ هذي المفروض E وياها كلمة ثانية تبدي بتجي شن هي الكلمة الثانية اللي تبدي بتجي الكلمة اللي تبدي بتجي هنانا gracia أو gracia gracia معناها على سبيل المثال example gracia معناها على سبيل المثال لكن هو بالمنهج منطيكم فقط كلمة example يعني اذا اجاب لك في المتحان يقول لك الEG مختصر مال شنو تقول لها مال example لا يحتاج تكتب لك كلمة gracia هذا ما يخص الفقرة الثانية استاذ التقلية هذا مهم شون يجيني بالامتحان ركزوا يا طلاب من الممكن يقول لك E T C مختصر مال etc معناها إلى آخره يقول لك ال H W مختصر مال شنو انت لازم تكتب لها الكلمة المختصرة من عدها فالذلك ذلك الكلمات اللي كتبناها اللي هي very example homework etc يجب حفظها املاء لان تجيك في سؤال الاملاء اذا عرفنا الفقرة الثانية بيها بعض الكلمات المهمة التي يجب حفظ املاءها الآن ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لك the common abbreviations نطاني بعد abbreviation قلنا شنو معنى abbreviation abbreviation معناها اختصارات يقول لك بعض اضعتك بجموعة من الاختصارات الأخرى how many do you recognize اش قد انت تعرف من هاي الاختصارات نجي واحدة واحدة اهنان على سبيب المثال ال AM هاي تستخدم مع الأوقات مثلا at 7 الساعة السابعة لكن سابعة صباحا لو مساعا اذا AM معناها صباحا وذا PM معناها مساعا فالAM هي مختصر مع الانتي ميريديم وهذه مصطلح لاتيني معناها صباحا CM مختصر مع سانتي ميتر معناها سانتي متر هاي الكلمة نستخدمها ال HR مختصر مع ال Hour معناها ساعة ال KM مختصر مع ال كيلو متر الهم ان نستخدمها هذه بالمسافات الطويلة كيلو متر KPH مختصر مع نفسيتها كيلو متر per hour يعني كيلو متر بالساعة اش قد تمشي بالسيارة امشي مثلا 60 كيلو متر بالساعة KPH هي مختصر مع ال كيلو متر per hour ال M مختصر مع المتر ال M IN مختصر مع المنت M M مختصر مع الملي متر و P M نفس ال A M لكن الفرق P هي post يعني ما بعد الظاهيرة post meridian و S C E مختصر مع المال seconds seconds معناها الثواني هذه الكلمات تتعرفنا على الاختصارات او الكلمات اللي مختصرة من عدها الآن يقول لي much the abbreviations طابق هذه الاختصارات in the word box طابق هذه الكلمات اللي ادل على الاختصارات مع الاختصارات المناسبة إلها وين بالصندوق to their definitions below مع التعاريف المناسبة إلها هو منطيني مثال kilometers per hour كيلو متر بالساعة اختصارها شنو طلعناه KPH كيلو متر بالساعة زياد العشرة ملي متر أول شيء أسئلك مثل الرياضيات العشرة ملي متر شقد تنطينا تنطينا سانتي متر شن اختصار السانتي متر طلعناه بالاختصارات على CM فأكتب له CM بعد before 12 noon قبل الثانية عشر ظهرا يعني بينقوسين هو دي يقول لي بالصباح الصباح سمينا سمينا AM أخلي AM أنزل فقط الاختصار بعد الصباح أو بعد الثانية عشر ظهرا شنسمي نسمي PM مساعن بعد second ثانية شن اختصارناها اختصارناها SEC 60 seconds 60 ثانية جاءت تنطينا تنطينا دقيقة شن اختصار الدقيقة M IN M IN الملي متر شن اختصار مالتها اختصارها M M ملي متر والميت سانتي متر جاءت تنطينا تنطينا متر ابطي الاختصار M متر والالف متر جاءت تنطينا تنطينا كيلو متر تنطينا كيلو متر اختصارها K M والستين دقيقة جاءت تنطينا تنطينا ساعة شن اختصار الساعة HR أذن وصلنا أو سقطنا الاختصارات بالتعاريف المناسبة لها هذا التمرين تمرين مهم جداً يجيني مثل ما هو على شكل اسقاطات بعض الاسقاط الذين يعتبروا كسؤال املاء لذلك شوية هاي رح يصير صعب عليكم لكنها مهمة ورح تفيدنا كذلك بالوحدات القادمة تحدد المليونة الخامس رح نشوف انه رح ينطيني الكلمة كمثال ينطيني K M يقول لي هاي مختصر مال شنو يقول لي كيلو متر هاي ينطيني مثال بالامتحان يقول لك زياني السي سي مختصر مال شنو انت لازم تعرف ان السي سي مختصر مال سيكنز سيكنز معناها ثواني وهكذا اذا يجيني اما ينطيني الاختصار ويفكي الاختصار او من الممكن يجيب ليها بالعكس يقول لي كيلو متر اختصارها K M زيان المنت اختصارها شنو لازم تعرف ان المنت اختصارها M I N معناها minute وهكذا اذا هذا التمرين يجب حفظ املاء ومعاني الكلمات اللي منطينيها بداخل الصندوق ولازم اعرف كل وحدة وين اسقطها بها فرق شنو تاني اختصار ما شنو الى اخره عرفنا شان تجينا بالامتحان اما تجينا على شكل اسقاطات او من الممكن يجيب ليها بسعال املاء ينطيني الاختصار الكلمة ويفكي الاختصار او بالعكس ينطيني الكلمة كاملة ويختصرها ويطلب من عنده ان يختصرها مثل ما هو اختصارها هذا ما يخص تمرين رقم واحد واثنيا الان ننتقل الى تمرين رقم ثلاثة يقول لي use aunt sally's notes استخدم ملاحظات العم سالي to write her advice لكتابة نصائحها write one paragraph to each person اكتب مقطع نصي لكل شخص هنا نركزوا يا اي طلاب هنا يقول لي العم سالي انطت هذه الملاحظة او هذه النصيحة لكن انطتها على شكل شنو على شكل اختصارات اذا كنت سوي ليها مقطع نصي كامل بدون اختصارات فهنا ايش راح تقول لهم مثلا work hard all semesters شا اقول you should عليك ان work عليك ان تعمل hard بجد all the semester عليك ان تعمل بجد على طول الفصل الدراسي وراها قال لي don't work too hard before the exams don't work لا تعمل hard بجد او too hard بجد before the exam time لا تعمل بجد فقط وقت الامتحان try not to worry حاول ان لا تقلق about اكمل المقطع النصي about the exam حاول ان لا تقلق عن الامتحان نانا اش قلت لها قلت لها before bed اقول لها before going to bed قبل ان تذهب للنوم هي قلت فقط before bed عنا مون تختصر الكلام قلت لها قبل ان تذهب للنوم شو تسوي read a story اقرأ قصة or listen to the music او استمع الى الموسيقى الى اخره اللي اتسترا لازم افك الاختصار معلته راح اكتبك ياهنانا ات سترا وبالاخير bed early شنه معنى bed early unknown باكرا شا اقول له على المودة افك الاختصار عنها اقول له you should عليك and go to bed تذهب الى النوم early early معناها باكرا اذا فتحت الاختصار او سويت مقطع نصي كامل من الملاحظات المختصرة اللي اطلتها العم سالي وراها الملاحظة الثانية يقول لي agree agree معناها اوافق نانا شا تقول لها مثلا تقولها i agree with you انا اتفق معك انه لهذا الشي اللي سوته صاحبتك او صديقتك غير مناسب اقولها i agree with you هي مجرد قلت لي agree agree معناها اوافق نانا ما اطيها الجملة كاملة اقولها i agree with you انا اتفق معك وراها don't give homework don't give لا تعطين your homework اللي قلنا ال HW هي مختصر مع ال homework لا تعطين واجبك البيتي اقولها it is انه امر very 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 un helpful انه امر ابدا غير مساعد انه امر غير مساعد انه تنطين الواجب البيتي الزميليك او زميلتك تعلموا شنو تنقل من عنده لان هذا بالاخير ما راح يبتهم الواجب البيتي وراها اش قالت لها not helping your friend doesn't do own homework not helping يعني معناها لا تساعدين صديقتك او صديقتك اللي ما تسوي الواجب البيتي اش اقول لها اقولها don't help لا تساعدي your friend صديقتك who التي doesn't التي لا تفعل do her work التي لا تفعل واجبها بنفسها ليش because لانه she won't learn لانها او لانه لن يتعلم anything اي شي ما راح يتعلم اذا ضلي ينقل الواجب البيتي من جماعتها ومن جماعتها example اشقلت لها على سبيل المثال قلنا example for مختصر ما for example على سبيل المثال شنو can't copy in exams we can't نحن لا نستطيع copy لا نستطيع ان ننقل او نستنسخ in the exams في الامتحانات وهكذا الان هذا مجرد نشاط صفي يطلب من عندي اني افك الاختصار الخاص بالملاحظات اللي انطلتها عن مسالي للمشاكل اللي اخذناها بداية الدرس مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي مثل ما وضحنا نذنى الاختصارات اللي هي الهتش تا بيديو والذي والإي جي هي مختصارات يجب حفظ الكلمات المختصرة من عندها لان ممكن تجيني بالامتحان اما على شكل اسقاطات او على شكل املا الآن ننتقل للتمرين رقم اربعة يقول لي read the problems اقرأ المشاكل pretend you are aunt sally تخيل نفسك ان انت العم سالي make notes about the possible advice انطي ملاحظات عن النصائح المناسبة لهذه المشاكل يقول لك تخيل نفسك ان انت العم سالي وانت انطي نصائح للناس دولة اللي عندهم مشاكل المشكلة الاولة يقول i stamer احنا اخذنا سابقا كلمة stamer stamer معناها يتلعثم when the teacher asks انا اتلعثم عندما يسألني المدرس i feel very embarrassed وانا اشعر بإحراج شديد عندما اتلعثم شنو النصيحة اللي تنطيها لهذا الشخص اللي يتلعثم اثناء الكلام هنا مثلا اقول له think فكر before you answer فكر قبل ان تجيب ask your teacher اسأل معلمك او اسأل او اطلب من معلمك to give you لكي يعطيك some time يعطيك بعض الوقت try try to be confident حاول ان تكون شخص واثق من نفسك طيتها ملاحظة حسب المشكلة اللي يعاني من عدها اما المشكلة الثانية اقول له i cannot remember a new words انا لا استطيع تذكر الكلمات الجديدة in my french class في الصف او في الدرس الخاص باللغة الفرنسية شنو النصيحة المناسبة كمثال اقول له write the words words اكتب هذه الكلمات اللي انت ما تكدت تذكرها on a paper على ورقة and keep this paper وابقي هذه الورقة in your hand في يديك دائما نخلي هذه الورقة بإيدك and try to read the paper وحاول ان تقرأ هذه الورقة many times على العديد من المرات through the bay خلال اليوم انا واحد ما يتذكر الكلمات كل ما يقرأ كلمات ينساها شي سوي له وشنو النصيحة المناسبة له هذه الكلمات اللي ما تذكرها ان اكتبها بورقة ودائما طلقوا كل ساعة طلع الورقة وحاول تقراها خلال اليوم خلال اكتبها على ورقة وكل ساعة طلع الورقة وقراها اما المشكلة الثالثة I think I am eating too much junk food اعتقد باني اكل الكثير من الطعام الغير صحي junk food هو الطعام الغير صحي شنو النصيحة المناسبة له اقول له مثلا try to have a piece of fruit حاول ان تحظى بقطعة من الفواكه instead of junk food food بدلا من الطعام الغير صحي each meal في كل وجبة انت تعكلها كذلك هذا الطيثة نصيحة مناسبة للمشكلة مالتا انه يأكل طعام غير صحي اقول له حاول تاكل الفواكه او قطعة من الفواكه بدلا من الطعام في كل وجبة شوية شوية انت راح تبدل من الطعام الغير صحي الى الطعام الصحي كذلك هذا النشاط غير مهم مجرد نشاط صفي يطلب من الطلاب ان ينطون نصائح لهؤلاء الاشخاص اللي عندهم بعض المشاكل مثل ما اخذنا بدروس سابقة مع قطعة العمة سالي هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا ببعض الكلمات المختصرة مثلا الاختصار etc km mm cm الى اخره وعرفنا ذنين الاختصارات اللي شنو ترمز و شنو الكلمات اللي جاية من عندها هاي الاختصارات شلون تجينا بالامتحان تجيك بسؤال اللاملا او تجيك بسؤال الاسقاطات اغلى بالاساتف يجيبوا على شكل سؤال اسقاطات لذلك حاول تكتب هاي الملاحظات في الدفتر لانها مهمة جدا بالامتحان التحريري اما باقي الانشطة فهي جميعها انشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري او الامتحان الشيفويل ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او السفسارة او اضافة تحبون تقدموهم تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة